الشيخ محمد جبريل يعني أنا قلتلكو الشيخ محمد جبريل كان وحدا من أشهر الذين يتجمح حولهم الناس فيما يتعلق به الدعاء وفيما يتعلق به كان جامع عمرو بن العاص ده بيقتز بأعداد كبيرة يعني الشيخ محمد جبريل كان عرض كتب تويتا امبارح تعليقا على محمد صلاح والتويتا الحقيقة تويتا مؤسفة جدا ومحبطة وأنا لما هجمت فيها هقول لكم ليه يعني وهو بعد كده بس خلنا أقولك الجديد هو كتب في التويتا عجبت الاهتمام الناس بالنهاء الأوروبي عن لقاء ربهم بصلاة الترويح فعقبهم ربهم بالجزار والظالم راموس هنا يعني مأساة يعني وكأن عقابا للبشر اللي شافوا المطش ويسابوا صلاة الترويح فربنا حتى حرمهم من الاستمتاع بمحمد صلاح ومحمد صلاح نفسه بسبب صلاة الترويح ربنا بعط له الجزار راموس منهج في منتهى الخطورة ولو ما استشعرش يعني إذا كان الشيخ محمد جبريل يعني وغيره يعني من اللي حتى اللي انتقدونا يعني طب ما هو الراجل نفسه استشعر أنه ارتكب خطأا كبيرا وقال أنا سحبت التويتا بعد ساعة وبعت لي هذه الرسالة اللي حتشوفوها وحقول لكم التعليق الجديد اللي عمله يعني الرسالة اللي بعتها لي وقال باشا اعلم يرحمك الله أن جبريل معلوم عنه للكل وعند الدولة أيضا أن انتماءه للقرآن فقط وملوش لا في الإخوان ولا في أي حزب أيا كان لو تكرمت كن منصفا ولا ترمي الناس بما ليس فيهم لأن الكلمة أمانة وأنتم أهل لحمل الأمانة والحفاظ عليها وسنحاسب جميعا عليها أمام من لا يظلم أحدا وربنا يصلح العباد والبلاد ويحفظ مصر وأهلها من شر كل شر ده الرسالة اللي هو بعتها لي الشيخ محمد ديبريل والرسالة يعني أنا بوضوح شديد أردله قبل ما أقول لكم التعليل هو كتب وبيعتذر فيه والله الحقيقة يا شيخ محمد كنت منصفا جدا وإذا الكلمة أمانة فهي كمان عندك أمانة بدليل أنك الحقيقة لما ارتكبت خطيئة كبيرة يعني سحبتها لكن بعد ما كانت الرصاصة انطلقت هو قال إنها فهمت خطأا لا ما فهمتش خطأا هو الاعتذار يجب أن يكون واضحا إن الحقيقة ده فاهم خاطئ للإسلام يا من تدعون الفاهم الصحيح للإسلام ويا من تقول بانتمائك للقرآن لا ده فهم خاطئ وإلا يعني كل من لم يصل الترويح يعني هنا العقاب الإله يلاحقه على الأرض بهذا الشكل صلاح يبعث له ربنا جزار زي راموس يصيبه والناس يعني ربنا يحرمها من متعة مشاهدة صلاح ومتابعة صلاح ده الحقيقة يعني فهم خاطئ بدليل إنه هو نفسه سحب هذه التويتة بعد ذلك سحبها وكتب مكانها إيه كتب اللي انتوا شايفينه ده على الشاشة يقول ربنا ذلك ومن يعني هنا المهم اللي هو المعنى اللي هو عايز يقوله يعني في النهاية أدعو الله أن يشفي الكابتن محمد صلاح ويعفيه من كل أزى ومقروه ويشارك مع منتخب البلاد وهو في أحسن حاله وعافية ويصلح العباد والبلاد المهم يعني هنا قال إن أنا سحبت التويتة أنا بس مش شايف على الشاشة قوي قال إنه هو سحب التويتة اللي هو كتبها اللي يهمني في كل ده خلاص يا شيخ محمد أنت اكتشفت الخطأ ولما اكتشفت الخطأ سحبت التعليق اللي أنت كتبته ولما سحبته اعتذرت وبحييك على شجاعة الاعتذار لكن الحقيقة كمان خلونا ناخد القضية بشكل أنه في ناس خفافيش ظلام في ناس من الحزب الكراهية كده ما بيحبوش المصريين زي ما قلت مبارح يتجمعوا حول لاعب أو يبتهجوا له أو قيمة يعني قيمة في كل مكان يعني خاصة في هذا التوقيت يعني ليه؟ لأنهم عندهم موقف من الهو طبعا الشيخ محمد بقولك والله أنا مش من الإخواريت والله يا شيخ محمد تكون صادقا في ذلك يعني لكن التصرفات على الأرض يعني بتقول إن حماسك ودفاعك عن الإخوان رغم أنهم سفكوا الدماء واختطفوا هوية مصر وارتكبوا كل اللي ارتكبوا ومع ذلك لا تستطيع أن توجي إليهم انتقادا يعني ولا تستطيع أن تدعو عليهم كما تدعو على الآخرين يعني خلاص هو عنده شجاعة الاعتذار سحب وبعت لي هذه الرسالة وأنا بقول له أيضا أن الكلمة أمانة نعم أمانة وزي ما هي أمانة عندي فالحقى أنا كنت منصفا جدا بدليل أنك أعلنت خطأك وأعلنت اعتذارك وكمان يا جماعة ما ينفعش أن أنا أتعامل مع تفسيرات خاطئة بهذا الشكل تفسيرك كده معناه أن كل من لم يصلي صلاة الترويح في هذا اليوم العقاب الإلهي على الأرض سيلاحقه وحجيه له مصيبة يعني والمصيبة جاءت لصلاح وجاءت للناس الذين يتابعونه لو لم يكتشف الشيخ جبريل خطأ ده ما كانش سحبها وما كانش اعتذر وهو مش خطأ ده خطيئة وفهم غير صحيح للكرآن اللي هو يتحدث عنه وللإسلام أيضا وبالتالي هنا يعني أنا بغلق هذا الموضوع باعتذاره وأتمنى يعني كل ما أتمنى أن الشيخ جبريل اللي تجمع حوله الكثيرون في يوم الأيام يكون صادقا في أنه بقول لك والله أنا لا أنتمي للإخوان انتماء ليس تنظيميا فقط شيخ جبريليا لا في أنك حتى تسير في نفس الركب ومع نفس القافلة وأنك تكون محردا مثلهم وأنك تكون مع أفكارهم ولا تستطيع أن تنتقدهم على سفكهم للدماء وعلى اختطافهم لهوية مصر